أوضح نقيب أصحاب بيع المحروقات أنهار سعدات للأردن اليوم بترجيح انخفاض أسعار المحروقات بنسبة 1.5% في نهاية الشهر الحالي علماً بأن أسعار النفط الخام برينت انخفضت بنسبة 7% بات ملموساً وملحوظاً التراجع الذي شهدته أسعار النفط الخام والمحروقات عالمياً منذ بداية الشهر الحالي وهذا ما يرجح بحسب نقيب أصحاب بيع المحروقات نهار سعدات بتخفيض أسعار المحروقات بنسبة 1.5% السعدات أوضح للأردن اليوم أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في زيادة نسبة المحروقات لم تكن النسبة الحقيقية والسبب يعود للضغوطات الشعبية مشيراً إلى تخوفه باتخاذ الحكومة قرارات لم تستطع اتخاذها في وقت سابق وفي ظل الانخفاض العالمي لأسعار المحروقات يرى لسعدات أن على الحكومة العمل على تخفيض أسعار المحروقات في المملكة دون اتخاذ قرارات من الجوانب السياسية تقحم المواطنين فيها الخبراء النفطيون يرون بأن قرارات رفع المحروقات تتخذ بأسلوب غير مدروس وهذا يتم حين يكون هناك ارتفاع طفيف على أسعار المحروقات فإن الحكومة تلجأ إلى الرفع بطرق غير طبيعية أما عندما يكون هناك انخفاض فإن القرارات تختلف تماماً ويكون هناك تثبيت للأسعار وليس بالتخفيض وهو بحسب الخبراء غير عادل